اشتركوا في القناة يعني الكريم ده مناسب للتفتيح والترطيب فلو بتدوري على منتج تفتيح للجسم وترطيب في نفس الوقت بايو ديرما سينستيف ارياس حيكون اختيار مناسب بتكلم عن منتج مناسب جدا لتفتيح منطقة البكيني تفتيح المناطق الحساسة تحت الابطين الكعين والرقبتين واليدين مش بس تفتيح وترطيب كمان ولو بتفكري في كريم مناسب للترطيب بعد ازالة الشعر وكمان يخفف الالتهابات فبايو ديرما بيجمنت بايو سينستيف ارياس متوفر في كل الخصائص دي وبالنسبة للتركيبة بتكلم فيها عن مكونات فعالة ضد التصبغات ولها مفعول مضاد ومصبت لتخليق صبغة الميلانين بالبشرة أندرو جرافلايد ليسين أزيلات جلابريدين المواد دي في الحقيقة أثبتت فعالية في تفتيح البوع الدكنة والتصبغات الدكنة المختلف لونها عن لون البشرة الطبيعي لما بتكلم عن مادة زي أزيليك أسد كمادة رئيسية بالمنتج مفعولها قوي كمضاد للتصبغات ومن ضمن مضادات التصبغات الفعالة بالمنتج خلاصة جزور العرق سوس وفي الحقيقة اختيار موفق من شركة بيودرما في اختيار المكون العشبي ده وكمان خلاصة الجزور الأكثر فعالية جلس رايزا جلابرا ليكوريش روت إكستراكت يعني في منتجات بتعتمد عليها بشكل رئيسي في التفتيح لها مفعول مضاد للتصبغات عن طريق تصبيت تخليق صبغة الميلانين المرتبات ومضادات الالتهاب متوفرة كمان في كريم بيودرما لتفتيح المناطئ الحساسة وهي زي جلسرين فيتامين إي واللي بيكون في صورة توكوفيرول مستخلصات عشبية لاميناريا إكستراكت واللي لها مفعول ملطف للبشرة ومضاد للالتهابات في الحقيقة رأيي في التركيبة إنها تركيبة محترمة بجانب مواد التفتيح مواد لترطيب وتلطيف البشرة فده شيء مميز في المنتج وبالنسبة لنتائج المنتج بتكون تدريجية مش هنلاحظها في أول أيام الاستخدام بالتحديد بعد 3 أسابيع من استخدام المنتج هنبدأ نلاحظ مفعول مميز في تفتيح البشرة والبقع والتصبغات الدكنة بالجسم والأماكن الحساسة لكن مفعول الترطيب بتاعه فوري ومناسب جدا زي ما ذكرت لليدين والمناطئ الحساسة ومنطئة البكيني طريقة الاستخدام الصحيحة لكريم بايودرما بيجمنت بايو سينستيف هتكون بعد تنظيف البشرة بغسول تفتيح مناسب زي غسول بايودرما بيجمنت بايو كلينسين كريم اللي عرضتوا في حلقة سابقة مراجعة لمجموعة بايودرما بيجمنت بايو وتقدروا ترجعوا لمراجعة منتجات بايودرما منخصص لها قسم كامل بالقناة وحنستخدم الكريم مرتين باليوم صباحا ومساءا في نهاية الحلقة بتمنى دعمكم لايك للفيديو والاشتراك بالقناة ومشاركة الحلقة على أوسع نطاق تحياتي دكتور صيدلي طارق محمد عبد الله